ثمنت نقابات تربية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة المعلمين والأساتدة معتبرة أن ذلك سيساهب في تحسين المكان الاجتماعي للمعلم ويعزز واستقرار القطاع ووفق ما جاء في وكالة الألباء الجزائرية فإن مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية جاهيد حيرش رحب بالقرار المتعلق بإذ مجال أساتدة المتعاقدين معتبرا أنه من شأنها إنهاء الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدمجها في منصب قارة وفي نفس السياقة كدى ألمين الوطني المكلف بالإعلان بالمجلس الوطني المستقل لأسلك التربية مسعود بوذيبة أن إعطاء المكان اللائق للأستاذ تقتضي الرفع من مكانته الاجتماعية والمادية إلى المستوى الذي يعيد له مكانته في المجتمع